تجهد الرضيعة مسير صقر الخوير لفتح عينيها بينما تحاول جدتها إطعامها الحليب بواسطة حقنة طبية على وقع صراخ أطفال آخرين في أروقة طلية جدرانها باللون الزهري في قسم معالجة سوء التغذية في مستشفى يمني ومنذ ولادتها قبل نحو ثلاثة أشهر لم يعرف جسد مسير الهزيل سوى أروقة مستشفى السبعين في صنعاء الشاهد على ست سنوات من الاقتتال في البلد الفقير الغارق في أزمة إنسانية وصحية وغذائية كبرى يفاقمها تهديد فيروس كورونا المستجد تحتاج حالي لأقول لك أنا وقالتهم معانا وحليب وجبات وعلاجات إن معهم لا يدوا ما بيشانا نفتر شرع نفتر شرع الحمد لله وفي قسم معالجة سوء التغذية الذي تبلغ طاقته الاستيعابية القصوى 25 شخصا يحذر الأطباء من المزيد من التدهور خاصة مع الخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد وأزمة وقود اندلعت مؤخرا وجعلت من الصعب على الكثيرين حتى أحضار أطفالهم للمستشفى فيروس كورونا يعني زاد العب على الكادر الصحي وعلى المواطنين فالمواطنين أكثر المواطنين يمرض لديهم أطفالهم فلا يذهبون بهم إلى المستشفى خوفا من الإشاعات التي تتناقل عن مرض كورونا ويبدو اليمن المطلع على البحر الأحمر وخليج عدن بعيدا جدا عن أي تسوية سياسية في ظل استمرار المعارك والضربات الجوية رغم تهديد الفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 330 شخصا في بلد يعجز ملايين من سكانه عن الوصول للمياه النظيفة للشرب والاغتساد ترجمة نانسي قنقر